ممكن اخر خمس دقايق البعض قال ان فيه كرة في الملعب انا بقول تاني هو كابتن اسلام حتى لو فيه كرة تاني ولم تتدخل فيه لعب انا شايف ان الهدف سليم بتاع النادل اهلي وبالتاني مفيش وجه الاعتراض ابدا واللعب لا ينتظر صفرة الحكم الا على التمنتاشر بس اذا اذا طلب كمان اما انا اقولك حاجة لو المهاجمين طلبوا كابتن اسلام بس قالوا الحكم من فضلك ادينا تسعة خمستاشر طب المهاجم مش عاوز والمهاجم لعب من حقه يلعب الكرة بسرعة من حقه يلعب الكرة بسرعة وبالتاني انا شايف بشكل عام ان طاقم التحكيم ايوه زي ما قلت في البداية كان على قلبه رجل واحد كان هناك تعاون ما بين الحكام والحكام المسعين كان فيه هناك تميز بجد للمساعد رقم اتنين محمود ابو الرجال في الهدف الاولاني بتاع الاهلي لانه هو قدر يربط في الاول خارس كان فيه اتنين تسلل وكان فيه موقف لعب سليم وبالتاني قدر ويتن دا سي استنى لحد ما الكرة راحت للسليم وبعد كده بقى فيها لعبة تانية اول هدف اعتقد التاقم بشكل عام نهارده قدى استحقت كم من عشر كويسة انا بقولي نهارده رغم ان فيه ظروف بدي ابراهيم نهارده 8.5 مساعد رقم واحد بدي 8.5 مساعد رقم اتنين بدي له 9 والحاكم الرابع تابعا يمكن كان ليدور كويس ان هو المتافلين كان فيها شوية شغل بدي له 8.5 تمام اذا التاقم تحكيم جيد لهذه المباراة تمام انا بشكرك شكرا جزيلا انا كابتن نصر لا يخليك اتنسلام شكرا جزيلا على الشرح الوافي لان الكلام ده هيتقال كتير اليومين اللي جايين دولك العادة هدف اخر حاجة هدف سليم حتى لو فيه كرة تانية لم تتداخل ده قانون اللي بقول كده ولا حضرتك اللي بتقول لا ده قانون لا انا مادشطا هنا اطلاقا هاته قانون وقروه يا شباب يعني اللي مش عارف القانون معلش ما احنا دورنا برضو هنا تعليمي اللي عايز يعرف سليم الاهلي الهدف التاني سليم واللعب لا ينتظر اشارة الحكم بالصافرة الا في حالة ان هو طلب لو فيه حققت الدفاع